شكرا جزيلا يا إيمان وشكرا لأسرة الملتقى السوداني لللسانيات وسعيد بالمشاركة في هذا الحوار وهذه المائدة المستديرة المهمة عن مفهوم الدولة والحرية في الرؤية السياسية للجان المقاومة وفي الحقيقة ذهبت في اتجاه تأمل تطبيق العمل لهذه المفاهيم لدى لجان المقاومة أكثر من أن تنظر في الإطار المظري للرؤية السياسية لمفهومي الدولة والحرية وحتى نبرز المفاهيم الجديدة والتجسيد لهذه المفاهيم لدى لجان المقاومة أنا في الحقيقة جعلت المداخلة بتأتيه بعنوان بموضوع شاغلية كثير وهو أن المداخلة عنوانة سميتها الفاعلون الجدد والسجناء القديم الصراع بين القديم والجديد فالتوصيص للجان المقاومة وما يتصل بشباب وكهول وما إلى ذلك دار الحوار كثير في المنبر هذا وفي غيره أنا في الحقيقة من دعاة أن هذا الأمر هو صراع بين القديم والجديد والقديم يكون ممكن يكون فيه شباب وكهول وكبار ممكن الجديد أيضا يكون فيه شباب وكهول والصراع بين القديم والجديد هو ليس موضوع جديد في السودان ولذلك حاولت برضو أعمل فرضيات وأهداف للمداخلة أزعى لتحقيقة إن المداخلة تزعى لإعادة توصيف العلاقة والموقف من لجان المقاومة باعتبار صراع بين القديم والجديد بتمثل فيه لجان المقاومة الجديد توقا وقولا وعملا وما عاداها فهم سجناء القديم وبتحاول أيضا المداخلة تنظر لمفهومة الحرية من خلال تجسيد لجان المقاومة لهذا المفهوم وعمليا وكذلك بشكل فردي وأيضا المداخلة تسعى للتأكيد على إن لجان المقاومة تمثل الرأي العام الحر المستمير الجديد الجديد على الساحة السودانية وأيضا المداخلة تحاول تقييف عند وعد أو محاولات وعد الرأي العام هذا الجديد بواسطة تجناء الماضي والمداخلة أيضا بتدعو في سبيل المواجهة للسردية التغزيمية عن لجان المقاومة من قبل سجناء القديم تدعو إلى العمل وعلى التعاطي مع الموقف من لجان المقاومة باعتبار صراع بين القديم والجديد وده بتحلينا فرصة لأنه ننسج سردية جديدة عن لجان المقاومة بيكون قوامة التحرير نحرر من هذه السردية التغزيمية والفكرنا والعقلنا لفعلها الفعل الجديد في السودان فعل الرأي العام الجديد المستنير الحر وحتمية دور اللجان في سودان المستقبل ده بخلينا نقود حوار كمثقفين مقاوم في سبيل تحرير لجان المقاومة من السردية التغزيمية من قبل سجناء القديم المحاور أنا أتكلمت المرة الماضية في محاضرة عن موضوع لجان المقاومة وبالتالي ما أعيد الكلام القلت في المحاضرة السابقة وأصلا مضم في الكتاب اللي هو لجان المقاومة جليات استكمال الاستغلال وميلاد المواطن الجديد سيظهر قريبا ولذلك في هذه المداخلة حاولت أهيكلها بطريقة شوية مختلفة وأهم ما فيها موضوع إننا نذهب فورا في الحوار عن لجان المقاومة نتحدث عن الصراع بين القديم والجديد والجديد تمثل لجان المقاومة وقفت برضو حاقيب في المداخلة عن بعض محطات الصراع بين القديم والجديد في السودان وأيضا بقدم ملامح للجديد المقصود به وشنوها القديم كذلك وبقدم أيضا بعض ملامح الجديد لدى لجان المقاومة من خلال مفهوم الحرية ومن خلال مفهوم الرأي العام الجديد المستنير والحر اللي مارس الحرية وعملا وقولا وأيضا بقيف على الخصارة الكبرى المنينة بها نحن في السودان بوعد الراية العام الجديد المستنير والحر هذا وكذلك أدعو لنزج سردية جديدة عن لجان المقاومة صوت المستقبل لابد أن نقاوم سجناء القديم لابد أن نقاوم المحاولات من النادي القديم اللي شغال ضد لجان المقاومة ونحن نعرف ذلك ونتابع ذلك ونفهم ونقدر نشخص ونحلل ذلك محور أخير عما بعد الحرب نعم للتغيير بالثورة السلمية لاعب العنف عن سودان المستقبل ودور لجان المقاومة طيب التأسيس دائما بأسس الحقيقة للمداخلاتي يقول الأستاذ محمود في عام 1958 فلغت طالما نادينا بأن حركتنا الوطنية جاهلة وأنها يجب أن تقوم على دراسات وبرامج ومذهبية وأننا ما ينبغي أن نكتفي بالشعارات الجوفاء في محاربة الاستعمار ذلك بأننا بمثل هذا الصنيع المعيب خليقون أن لا نجد أنفسنا مستقلين ولا أحرارة حتى ولو جل المستعمرون ولكن صيحاتنا ضاعت وسط الضجي المحموم الذي يثيره أنصاف المثقفين من أدعياء السياسة وأدعياء الوطنية ويقول كذلك الأستاذ محمود محمد طه إذا كنت تريد تغيير لمصلحة الشعب لابد من أن تغير الأساس تغيير جذري كان ذلك 1968 يقول محمد عشر الصديق في 30 أكتوبر 1929 كتب مغام رائع نحن في حاجة إلى نظر جديد ننظر به إلى الشرائع والآداب والفلسفة والأديان وإلى كافة الشؤون ونحن إلى الآن لم نكن أمة ويقول كذلك الأستاذ محمود محمد طه أما أنت فما شئ وأما أنا فما أرضى لهذا الشعب أن يظل غنيمة باردة لتضليل هذه الأحزاب الفاسدة الجاهلة وإني للخلاص لعامل وعلى الله قصد السبيل ويقول كان ذلك 58 ويقول أيضا احترازا وما ينبغي أيضا أن نفهم أن قادة الأحزاب رجال شريرون قليلوا الوطنية بل على النغيض فإنهم رجال طيبون شديدوا الوطنية ولكنهم لا يملكون فلسفة الحب التي تعصمهم عن الخطأ وتجعلهم قادة للشعب عن كفاية ومغدرة الفاعلون الجدد صوت المستقبل وسجناء القديم نحن حاليا بنعيش في بيئة إنسانية جديدة فمنحتاج لنظر جديد كما قال محمد عشر صديق ومنحتاج لمفاهيم جديدة ونحتاج لنتجاوز القديم خاصة في بلد مثل السودان بلد أصيل وقديم ومعقد والقضايا فيه مركبة ولما كان الجديد حاضر دوما باعتبار التطور لأن التطور هو قانون الوجود فالتطور هو الذي يكشف لنا عن القديم والتفريق بين القديم والجديد الجديد الذي تمثلوا لي عن المقاومة التفريق بين القديم والجديد يرجع إلى متطلبات المرحلة متطلبات العصر واحتياجات الإنسان المعاصر القديم لا يكون قديما إلا إذا كان عاجزا عن تلبية حاجة الراهن وعاجزا عن أن يعيش في الجديد أو لعدم قدرته أن يكون منسجم مع الجديد والصراع بين القديم والجديد ليس جديدا في السودان فلقد شهد السودان محطات عديدة تعبر عن ذلك الصراع مثلا أنا حاجة عن محطتين ثلاث محطات في الحقيقة بشكل سريع المحطة الأولى شهدت صراع بين القديم والجديد وأنا حريص على التسمية هذه وإبرازة ونضعاطة معاها في كتاباتنا وحاديثنا وندواتنا الثلاثينات كانت في الحقيقة لحظة عقدية غضاء يعني بدأ بإضراب طلبة غردون كلية غردون 1931 وانتهى بمؤتمر الخريجين وخلال العقل شهد حراك واسع من طلائع المتعلمين وشهد أيضا تجليات الصراع بين القديم والجديد وأنا تابعته خاصة ما كان في مجافع على صدر صفحات مجلة الفجر والنهضة والفجر وغير من الكتابات لكن ما وقفت عليه يعبر عنه حديث مجلة الفجر اللي كان في 1 يونيو 1937 في الحديث وهو الكلمة الرئيسية للمجلة وجاء في أربع صفحات أو خمسة قال الحديث حديث مجلة الفجر للسيدين من التجلة والاحترام اللي هم السيد علي المرغن والسيد عبد الرحمن المهدي للسيدين من التجلة والاحترام ولكن مصلحة البلاد عندنا فوق مصلحة الأفراد ولهذا نتقدم للسيدين بهذا الرجاء النهاي وننتظر منهم الجواب لغسيمة البلاد هذه الحزبية غير الموجهة وفي مقال ثاني خائف غير حاملة البرامج وقد مضت أيام الزعامة الدينية التي تركن على الاتباع من الدهماء الذين يرجون ثواب الآخرة من غير الله والشباب يريد منكما واحدة من ثلاث أولا أن تعودا إلى ماضيكما وتكونا رجال دين وبهذا تبتعدان عن ميدان الخدمة العام وفيستطيع الشباب أن يعمل لصالح بلاده وفق ما يريد دون أن يصطدم بكما أو أن توحدا صفوفكما وتعملا في صف واحد ويشيد أذركم الشباب المثقف حتى تعملا الخير للبلاد ثالثا وإن أبيتما إلا الحزبية فنرجو منكما أن تخلعا عنكما مسوحدين وأن تكونا زعيمي أحزاب سياسية واجتماعية وعند ذلك نرجو منكما أن تصدراء للناس برامجكما السياسية والاجتماعية هذا ما نطلبه منكما فإذا أجبتما سؤالنا كنتما عند حص ظننا بكما وإن أبيتما إلا التمادي في هذه الحالة الرهنة فليس أمامنا إلا أن نعمل ما نراه في صالح البلاد هذا العقل كان فيه مواجهات انتهى بانتصار القديم وبانتصار الطائفية وهذا موضوع معلوم لكنه بيسلط الضوء على شكل من أشكال أو محطة من محطات الصراع بين القديم والجديد المحطة الثانية البقية فيها هي محطة ستينات هذا العقد العظيم في العالم أجمع وفي السودان عقد كان شهد انتصار حركة الحقوق المدنية وشهد ارتفاع الصوت القومي والعروبي والاتجاهات الزنوجية وطرح أسئلة الهوية والعقد هذا أيضا شهد التشريع لأول مرة لمفهوم التنوع الثقافي التنوع الثقافي حضر في الفضاء الكوكبي غداة الحرب العالمية الأولى وظهر ولكن لم يضع له تشريع أو يدخل في الفضاء الأكاديمي والعلمي وفي الساتير والقواميس السياسية إلا في عقد الستينات فهذا العقد كان مهم في السودان أيضا هو كان عقد مهم لكن للأسف الشديد بسبب الصراع بين القديم والجديد هذا العقد كان في السودان عقد للطماغضات الفكرية والمفارغات السياسية وكان عقد للكبوات الكبرى قامت فيه أعظم ثورة في 64 ثورة أكتوبر وانتهى بمحكمة ردة على الأستاذ محمود وقبل ذلك بحل الحزب الشويعي وترضه من البرلمان شيء غريب يعني طماغض ومفارغات تبين لنا أن الطماغض كان والصراع بين القديم والجديد كبير الثورة أكتوبر اندلاع الثورة كان على أياد الطلاب والشباب وغادوا الثورة طبعا لما نقول الشباب والأسود أيضا فيه كبار يعني هم دوما الجديد عشان كده الصراع بين القديم والجديد بيحل لنا مش إشكال إشكال مزالة السن فالجديد هناك كهول وكبار سن هم شباب وكذلك هناك شباب بيكونوا في الأفق أو في الجانب الآخر الضفة الأخرى القديم فالصراع كما نعرف القصة في فترة أو في بعد ثورة أكتوبر هذه المفارغات الفكرية والسياسية وانتهت بانتصار القوة التغليدية وانتهت بوأد حلم الشباب وحلم الطلاب وحلم أصحاب الجديد وتوقهم للحرية وتوقهم لتأسيس حركة حقوق مدنية وكان ذلك ممكن أن يكون ولكن للأسف الشديد انتهينا لانتصار القديم نأتي لثورة ديسمبر والصراع فيها واضح بين القديم والجديد وضوح بفصاحة وبلاغة ولكن نحن ما وضعنا اللافتة هذه لم نسميه في كتاباتنا وحاديثنا بهذه التسمية أنه صراع بين القديم والجديد ولو كان سمينا هذا الصراع بهذا المستوى كان حل لنا مشاكل كثيرة جدا لكن عدم التوصيف الصحيح للصراع كان خصم على التفسير السليم للعلاغة مع علينا المغاومة وخصم كذلك على تحديد القديم ومحاصرته بالفكر والعلم ومن ثم الاحتفاء بالجديد ودعمه وأذهب مباشرة إلى ماذا عن الجديد والقديم الجديد أنا شرحت قبيل أنه القديم بيكون قديم عندما يعجز عن يتعايش مع الجديد وعندما يعجز عن تقديم الحلول للراهن الجديد في تقديري وبناء على اعتغادي وإيماني هو صوت المستقبل هو صاحب سلاحة سلمية هو صاحب الفعل الذي يصب في استكمال الاستقلال المحتفي بالذاتية السودانية القادر على التعاطم على البيئة الإنسانية الجديدة حيث الاحتفاء بالتعدد والوحدة والحرية والواعي بوحدة المصير المشترك للسودانيين وفي الإقليم بل للإنسانية جمعاء وهذا ما ينطبق على الجديد بمثلوا لجان المقاومة وكل من من هم من الذين يتوقون الحرية من الكبار والكهول هم في جانب الجديد القديم هو المنفتع على الماضي العاجز عن التعايش مع الجديد وده ممكن نلمس في أحزابنا التغليدية وممكن نلمذ في أطروحات الكثير من المثقفين للأسف الحامل للمعرفة الاستعمارية في رؤيته وفعله وفي سجله التاريخي وفي هذا تأتي الأحزاب السياسية السودانية معظمة أو جلها في صدر القائمة حيث إدمان الفوقية العمل الفوقي ومفارغة النضال الجماهيري وإدمان العمل الفوقي بدأ مع الأحزاب السياسية كما نعلم من الأربعينات واستمرت على الدوام بالعمل الفوقي وكذلك الرافض للنضال الجماهيري وأصحاب الثأرات السياسية والرافض للتغيير كله بصدف القديم أو المبطئ من أجل العمل سبيل العمل من أجل التغيير أو الأصحاب الانتيازة الذين لا يرغبون في التغيير أو العاجز عن إحداث التغيير إلا عبر العنف وده كما يقول الأستاذ محمود العنيف خواف الساحة الآن يقودها الخوافين أصحاب الماضي المخيف أصحاب الماضي بضعم في مواجهة المحاكم من طرفي الصراع إليك إليهما لديه تاريخ أسود وماضي يجب أن يحاسب ولهذا هو في حالة خوف وفي حالة هلع ولذلك العنف بشع وطبعا بالطبع هناك الزباب وعمال كثيرة أخرى لكن لا مجال لذكرها محطة الثورة الديسمبر الجديدة جعلت لينا وأوضحت لينا أنه لجان المقاومة هم صوت المستقبل هم الجديد وكل فاعل لأنهما أصفناهم بالفاعل الفاعلون الجدد وكل فاعل معهم بغض النظر عن الفئة العمرية أو داعم لهما هو في جانب الجديد ولأنهم قدموا لينا لحظة لحظة ميلاد المواطنة الجديدة الأصيل تكلمت عنه في المرة الماضية أما القديم فهم سجناء الماضي زي ما قلنا سجناء القديم وهم أنصاف المثقفين من أدعياء السياسة وأدعياء الوطنية وهم الذين الآن هم الجلهم فاعل في الفضاء السياسي أو في المشهد السياسي من أصحاب الرؤى المنحازة والرؤى المنحازة ابتلي بها السودان منذ الاستغلال دولة ما بعد الاستغلال والرؤى العاجزة عن تلبية احتياجات الراهن والرؤى غير قادرة على الانسجام مع الجديد ولذلك واجهوا لجان المقاومة هذا القديم بما فيه من أحزاب سياسية تغليدية بما فيهم المثقفين بما فيهم من أصحاب مصالح بما فيهم من أصحاب امتياز بما فيهم من أصحاب ثقف معرفي خفيض بما فيهم من لا يعرفونه كثيراً عن تاريخ السودان بما فيهم من يجهل محطات التضحية الحالي في تاريخ السودان من فيهم من لا يستوعب العمل البيجوموبية ولجان المقاومة كل هؤلاء في تغذيري هم القديم ولابد أن نضع التوصيف هذا لأن هذا بسوقنا لبناء سردية ومقاومة ومقاومة لما يقوم به السجناء القديم من محاولة لتغذيم لجان المقاومة أتكلمت عن ملامح المواطنة الجديد ولكن أشير بسرعة عنده استعداد للتضحية القدرة على العمل الجماعي مواطن حر مسؤول الوعبة الذاتية التوق للوحدة الإيمان بوحدة المصير المشترك مواطن متحرر من الإرسل استعماري وفي تقدير ينطبق هذا على لجان المقاومة طيب لو جينا وقفنا ما يتصل بمفهوم الحرية الحرية هي الروح الحياة كما يقول الأستاذ محمد محمد طاها والتضحية في سبيل الوطن تمنع الانتهازية في الممارسة السياسية وحاجة الفرد في الحقيقة إلى الحرية هي امتداد لحاجة الجماعة للعدالة ومن هنا ممكن نلحظ الشعار الثورة حرية سلام عدالة حاجة الفرد إلى الحرية حاجة الفرد للحرية قضية الإنسان اليوم الإنسان المعاصر القضية المركزية هي قضية الحرية لكنها هي أيضا امتداد لحاجة الجماعة للعدالة ولذلك هذا يتثق مع الشعار العظيم لشعار الثورة ديسمبر المجيدة والناس لا يمكن أن يتعلموا المسؤولية إلا بمباشرة المسؤولية ولا يمكن أن يتعلموا الحرية إلا بممارسة الحرية وهنا سؤال هل يمكن وصف فعل لجان المقاومة بغير ممارسة الحرية والمسؤولية وهو فعلا فعل أحرار فعل أحرار والممارسة الحرية التي تمت عن لجان المقاومة تجعل منهم في الحقيقة ممارسين ومجسدين ومطبغين لمفهوم الحرية وفعلهم فعل أحرار لأن الحر هو الذي يحب الحرية لغيره كما يحبها لنفسه ويؤذيه منظر الظلم حيث كان قال ذلك الأستاذ محمود محمد طهر والحرية في واقع الأمر هي مسؤولية الحرية مسؤولية وأن تكون مسؤولة عن قولك وعملك وفعلك وهنا تطبيق عملي من قبل لجان المقاومة كانوا مسؤولين عن قولهم وعن عملهم في الميادين كانوا بيعملوا بمسؤولية بانضباط بصورة جديرة بأن نحترمها بدلا من نغزم دورة كما فعل سجناء القديم أيضا ما يعظم لجان المقاومة في موضوع مفهوم الحرية وهو تجسيد لرأي عام جديد مستنير وحر في السودان وهذا جديد كلية وتجل في فضاء ثورة ديسمبر وكان طبعا ما يميز القيام هذا الرأي العام الجديد المستنير وحر ما يميز القيام بالواجب الوطني والأخلاقي استعداد للقيام لهذا عبر المقاومة والاستعداد للمواجهة والتضحية في صبيل الوطن والرقابة فضلا عن السعي للمشاركة السياسية وإسراء الحوار والإيمان بالعمل الجماعي من أجل بناء الوطن لو كنا نبيلين وكلنا لا شك أننا نزعى لذلك أن نعترف للجان المقاومة بأنها قدمت رأي عام جديد حر ومستنير وقادر على أن يجسد مفهوم الحرية في الميدان وعملا وقادر على المواجهة لأعطى نظام غامع وباطش أيضا كشف أعضاء هذا الراية العام الجديد غدرتهم وامتلاكهم للقدرة في الحقيقة من أجل خدمة أنفسهم وخدمة مجتمعاتهم وتجلى ذلك بوضوح أيضا وضعوا هؤلاء العضاء وضعوا أنفسهم أمام مشاكلهم والاستعداد لتحمل مسؤوليات حب أنفسهم وأصبح هذا الراي العام المستنير هو يتكون من أفراد مسؤولين وأحرار وهو بهذا صاحب السيادة الكاملة هذا الراي العام هو الصاء الجديد الحر المستنير هو صاحب السيادة الكاملة ولكن السجناء القديم تآمروا بأشكالهم المختلفة أحزاب سياسية كما قلت أصحاب امتياز غوة عسكرية كل أطراف المشاركة تآمرت في محطات عديدة لوأد هذا الراي العام واد الراي العام تجلى بشكل جثدي كما نعرف وكان مشهود ومعروف هذه التضحية هذا الراي العظماء يعني كان وعد للراي العام قتل يعني للراي العام جديد مستنير وحر لأول مرة يشهد السودان وتبحث عنه الأمم وتبحث عنه القادة الذين ماتوا وأعدموا وقتلوا وسجنوا في سبيل السودان كانوا يحلمون بمثل هذا الراي العام المستنير الحر القادر على انتزاع حقوقه القادر على انتزاع حريته القادر على انتزاع تجسيد مفهوم الحرية القادر على المراقبة والمحاسبة والقادر على ممارسة السلمية ولا يمارس السلمية إلا الشجاع ولا يمارس السلمية إلا البطل وبوعي أربع سنوات من السلمية طبعا وعد الراي العام الحر المستنير بعد أن تمت الممارسات الجسدية أيضا تمت عملية وعد من خلال ما وصل إليه الناس من الوثيقة التستورية للفترة الانتغالية ومشروع الاتفاق السياسي الإطاري في الحقيقة ده كان هو عمل ثورة مضادة ثورة لا تزال الشباب في الميدان بأرأي العام الجديد المستنير الحر الشجاع المضحي المواجه القادر على أن يضحي في سبيل الوطن في هذه اللحظة سجناء القديم وكما درجوا على العمل الفوقي وفي المحطات المختلفة وكما فعلوا في أكتوبر جاءوا في ديسمبر فأجهدوا الثورة ووعدوا هذا الرأي العام ولكن هيهات هذا الرأي العام موجود ثورة في صدر الشباب وفي عقول الشباب وفي عقول الكبار وفي عقول الجديد كل الذين يتوقون للجديد كل الذين يدعون للجديد أيضا تمت محاولات تهميش للجان المغاومة نعلم في الخطاب السياسيين وخطاب الحزاب السياسية وتمت مساعي لإحتوال لجان المقاومة ويعطوهم نسبة ويعطوهم كذا هذه المحاولات البائسة الخفية التي لا تصدر إلا من سجناء القديم نحن في حاجة لأن ندعم لجان المقاومة لينعبر ولندخل المستقبل على أسس جديدة وأدعو أيضا المداخلة في خواتيم تدعو نحو نسج سردية جديدة عن لجان المقاومة ولا بد من العمل لمحاصرة سجناء القديم نجعل المواجهة بين القديم والجديد وتعلن وتكون واضحة وهكذا إذا كانت الحزاب السياسية بإرثها وسجلها التاريخي من عمل فوقي ولا تريد أن تجري مراجعات ولا تريد أن تجري النغض ولا تريد أن تعيد النظر ولا تريد أن تضع برامج ولا تريد أن تكون لديها مذهبية للحكم ورؤية واضحة فهم ينتمون للقديم لأن أصلا هم الذين أعاغوا حركة السودان ما الذي حدث في الستينات محكمة الردة طرد حزب شواعي حل حزب شواعي انتصار للقديم نفس هذه الأحزاب هي اليوم موجودة الأحزاب التقليدية نفسها اليوم حاضرة الأحزاب التي دوما تدعو للشريعة والجمهورية الإسلامية والصحوة الإسلامية هي النفس إذا كانت قررت كل الجماعة هذه أن تجتمع ولم تستطع أن تأتي بمن يحمل السلاح في كودة ماذا نقول عن هذا إذا أنت ما قدرت أن تطرح الجديد الذي يواكب ويحل مشاكل الواقع ويخاطب البيئة الإنسانية الجديدة والبيئة السودانية الجديدة فأنت لن تستطيع أن تدخلنا المستقبل على أسس التعايش والسلام من الآن لا بد أن نعرف هذا وندعم الجديد وهم الشباه الليان المقاومة وكل فاعل معهم من الكبار ومن الكهول وكل داعم لهم هذا هو الخط هذا هو المخرج هذا هو بإدخلنا للمستقبل ويجب النواجه هذه الحقيقة أي محاولات بتاعتنه مسيطرة عليها مش عارف حزب شواعي أو لجان المقاومة مخترقة دا كل كلام فارق ندخل المستقبل نعطي هذه لجان المقاومة قيادة السودان وهي في وقع الأمر سودان المستقبل لن يكون سودان أفراد سودان مؤسسات لن يحكم فرد وإنما المؤسسات هي التي ستحكم ولذلك لابد أن نواجه السردية أن نقاومة السردية التقذيمية عن لجان المقاومة ويكون شعارنا لا للقديم لا لإعادة إنتاج الأذمة نعم للجديد نعم لصوت المستقبل نعم للفاعلين الجدد أيضا يجب وفي الحقيقة هذه دعوة أنا يجب العمل من أجل أن تقول غيادة السودان للجان المقاومة في جميع مستويات الحكم يجب ذلك وأنا دوما بس تدعي نصل الأستاذ محمود يقول وكررت كثير ويريد أن أكرره حتى يصنف في الذاكرة يستطيع وغال ذلك في عام 1945 يستطيع السودان أن يقوم على سند من شباب قوية الأسر قوية الأخلاق قوية العزم على القيام بمناصرة الحق في ثقة وثبات حتى لكأنه الطوض الأشم أو لكأنه العالم المسجور وشرحت الطوض هو الجبل المشرئب إلى العلا والعالم المسجور هو البئر الممتلئ بالماء المتغد أختم بأنه لابد من نعمل على دعم لجان المغاومة وبناء ثردية جديدة تواجه الثردية التقزيمية التي نسجت من قبل سجناء القديم وشكرا جزيلا